يعني طريق دايق ممكن يكون طريق العفة طريق دايق طريق الأمانة وأن يعيني ما تبصش على حاجة ما ترديش ربنا طريق دايق أنا مش هقول زي الشهداء والقدسين والقاومات العالية دي لكن أنا على مستوى حياتي أمانتي، طخارتي، عفتي محبتي للناس اللي حواليه بازلي، ما أكونش أعيش لنفسي كل ده طريق دايق بس يعني لو وقفنا عند انظروا إلى نهاية سيراتهم وتمسل الإيمان قد إيه ناس ممكن تكون مشت أول جزء من الطريق وبعدين حست أنه وعر وصعب وبعدين نشوف كده إزاي اللي كان قام أو اللي كانت حياته مع ربنا تراجع بالشكل ده ويما ناس كانت بدايتهم صعبة ووحشة وبعيدة عن ربنا لكن هم دول اللي فازوا بالنصيب الصالح زي ده السلمين اللي قدر أنه يسرق الملكوت في آخر لحظة من حياته عايزين أننا ما نكونش البداية لكن نكون يعنينا على الجائزة لو قلنا إيه الخطوات اللي أنا ممكن أعملها عشان ما بتديش حر جدا جدا سخن جدا جدا هاعمل وأعمل زي الوعود اللي بناديها في أول كل سنة ولقي نفسي في الآخر ما عملتش حالك من الحاجات المهمة أول الإرشاد المرشدين الروحيين إن أحيانا زي ما سوس حق كان بيقول لما يعني نهبط ونوصل لمرحلة يأس محتاجين حد يقيمنا أو يسندنا يعني صحيح يعني زي ما بيقول الكتاب الذي ليس له ثاني يقيمه اللي الوحده ده إيه لما يقع فيش حد يقيمه اه فيش حد يقيمه والحبل السلوس لا ينقطأ وإزان بيقول برضو يعني الخلاص بكسرة المرشدين فالإرشاد الروحي لما الواحد يتعصر ويضيق داخليا ممكن يلاقي الإرشاد اللي يرجعه للسكة وطبعا دي باركة كبيرة في كنستنا اللي هو سر الاعتراف يعني زي ما سيدنا أمبى موسى كان يقولينا دايما وحل وحل يعني حل من الخطيئة وحل من يعني مشاكل كتير أو متاعب داخلية نفسية والحقيقة في سر الاعتراف يعني النهاردة الطب النفسي يعني بيؤكد أن دي السكة اللي تتخففها عن الناس لأنه أحيانا الواحد المحتاج بس يحكي مجرد أنه يحكي عن المتاعب يشيل جزء كبير من التعب الداخلي من الحمل اللي شايد لما يبقى بيحكي مثلا مع أب مختبر أب مرشد ويسمع منه كلمات تسنده وتعزيه وإذا كان الطريق انحرف شوية ناحية الواسعة يرجعه تاني للطريق اللي في نهايته المسيح لأولماني ترجمة نانسي قنقر